ناردا بنقول لكم عن افتتاح أول مكتبة إلكترونية للمكفوفين وضعاف البصر على مستوى الجمهورية بمدرسة النور للبنات بإدارة وسط الإسكندرية يعني ايه طيب مكتبة للمكفوفين ومكتبة إلكترونية؟ بالتأكيد القراءة عن طريق برايل وإحنا كلنا عارفين أنها بتعتمد على حاسة اللمس حتى هذه السبل والطرق من القراءة تطورت فالمكتبة فيها ست أجهزة برايل 1 واللي جارة توفيرها عن طريق المشاركة المجتمعية وإيه هو برايل 1 عشان نبقى برضو قادرين نتخيل كده هو إحنا عارفين أن الشخص الضعيف البصر بيستخدم إيده تحرك على ورقة فيها ارتفاعات قليلة كده عشان يقدر يقرأ جهاز الحضراتكم شايفينه ده جهاز بيمكن الطالب من أنه يعرض مكتبة كاملة يقدر يتصفح إلكترونيا بطريقة برايل بنفس الطريقة اللي كان بيقرأ بيها الكتاب لكن هيقدر يتصفح إلكترونيا موصلة طبعا بشاشة كومبيوتر للعرض عليها ملفات وورد والجهاز وطريقة المكتبة دي بالنسبة للمدرسة طبعا هي نقلة نوعية لمواكبة التطور التكنولوجي في القراءة تحديدا وطبعا بالتأكيد في طرق البحث الجميل واللطيف إن الجهاز برايل 1 اللي احنا شايفينه ده ممكن يتم تحميل الكتب عليه ممكن يتم تصفحها وخدمات طبعا البحث عن طريق الإنترنت بكل تفاصيلها يقدر الشخص يستخدمها الجميل كمان إنه موصلة بمطبعة أو طابعة طابعة تطبع بطريقة برايل بارتو يقوم أيضا بالتطبع ممكن كمان يتم توصيلها بشاشة عرض لإلقاء المحاضرات التعليمية ببساطة كده اللي احنا بنتكلم عنه هو تمكين حقيقي لأي شخص من دعاء في البصر إنه يستخدم طريق درايل في البحث إحنا نقدر نتخيل إنه إزاي التليفونات الزكية دي ساعدت الآلاف من المكفوفين في العالم في نوحيتهم تبقى أسهل